وتعالى نشوف الكابتن افشا علق على قسوة بعض الجماهير في لحظة غضب مفهومة وما بنقولش لحد انك تكون سعيد وانت لا تحقق نتيجة طيبة ولكن بيقولك خلي بالك ده بيعمل ايه في فرقتك اللي انت بتطالبها بالفوز المتتالي الف نجومك اللي انت عايزهم باستمرار يكون في احسن حالتهم وهم مفيش حد يقدر يكون باستمرار في احسن حالتهم تعالوا نقرأ كده وعلى فكرة الشيء بالشيء يذكر اشاد بهذا التعليق ونوه اليه وبروزه وحطه في سياقه السادة ابراهيم عبدالجواد كل واحد اخت حقه انا افشا عبر ستوري في انستجرام قال ايه انك تكون محترم ده اختيار تكون محترم ولا لا انت تكون مؤدب واملق اصول دي تربية وايه السبب اننا بقينا في مجتمع السب والشتيمة بقت شيء عادي فيه يا جماعة والله الدنيا بسيطة ربنا من علينا بنعم كثيرة جدا منها حب الناس لتوفيق او رضا او قناعة اسباب كتيرة جدا ورا انك تشوف شخص ناجح اصلاها واساسها انك تكون مؤدب وصبور يعني هو يرجع ان تكون مؤدب وصبور لقاعد اسباب النجاح هو ملتزم بالاصول وما تجرحش حد بسهولة من وراء كيبورد نقطة في منتهى الاهمية انت ورا الكيبورد بتقول كلام يمكن تراجع نفسك فيه لو انت قاعد قدام الناس ما تقولوش اولا لانك بتستسل الشتيمة وانت ورا الكيبورد بس ليه كده بكلمك شوفوه بقى بيكلمك امتى هو بيقول كده ليه هل هو زعلان من الكلام ده عشان نفسه لا هو بيقولك بتكلمك انا اكسر شخص بفضل الله يتم دعمه وتشجيعه على وسائل التواصل الاجتماعي وعارف ان زي ما فيه حلو برضه هيبقى فيه وحش انا كده كده ما عنديش رد الا في الملعب دائما سواء للحلو او الوحش وبزعل جدا على حاجات بشوفها ما تخصنيش لكن ممكن تقذيه جدا جدا ودهق وتدي تعب سنين في ايه بقى لناس تعبت عشان تنجح لكن في لحظة ضعف بتتهاجم الاخلاق والاحترام هم وهم والاصل الرجولة ما تتنسيش طيب قبل ما اطلع الفاصل اللي هم عاملينه بالفاصل فاصل انا عايز اكمل الكلام بتاع افشا واقول هو مش بقول كده بيدافع عن نفسه محدش تعرض له لكن هو بيقول كده لانه لمسوا على الناس حواليه اتعرضوا لهذا الكلام ويتعرضوله ونرجع نشيد بيهم او بنشيد بيناس قوي 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 وهنا بنخش في حجم التوقعات اللي احنا بنتوقعها من الناس البشر مش دايما في افضل حالتها انا ممكن الوم المقصر بس الوم اقول له خلي بالك انت هنا مقصر وحدعمك عشان تقف على رجليك بس مش حدعمك ان انا افضل سقفع قولك لك الرصيد عندي حافظ عليه وحصلت وناس رجعت لكن في ناس بتتهاجم عمالها على بطال بتتأذي عمالها على الباصة وعالشوطة وعالفرصة هذا كلام مايفيدش فرقتك ما تنسقش وراه الناس اللي عايزة تحطك انك تبقى وسيلة ضغط سلبية على فريقك انا متأكد ان كلنا بنحب النادي الاهل وفيكو ناس بنحب الاهل اكتر مننا ولكن معلش سننا اسمح لنا وخبرتنا تسمح لنا اقول لكم اسمعوا بس الكلام وفكروا فيه